يعني عملية اغتيال حسن نصر الله الأبين العام لحزب الله كانت خلينا نقول مفاجأة وصدمة للعالم أجمع هي في هذا التوقيت تحديدا لو هنتكلم عن هذه العملية قرأتك لها من حيث التوقيت ودلالتها وماذا تحمل بعد ذلك؟ يعني بالتأكيد احنا بنمر بمرحلة صعبة شديدة التغير ولا يمكن القياس عليها في أي ظروف سابقة ما يواجه حزب الله الآن ليس حزب الله فقط نتحدث عن لبنان نتحدث عن ما يسمى محور المقاومة والممنعة هو اختبار تاريخي لم يتعرض له في أي وقت سابق من الأوقات نعم كان هناك مراحل تاريخية وهناك اختبارات صعبة مرة بها حزب الله ومرة بها المحور أو إيران بشكل عام ولكن لم تكن في درجة الدقة وكمية الضغوط وفي الظروف الانتقالية سواء الإقلومية أو الدولية كافة هذه العامل المعقدة والمتشابكة والمرتبطة في آن واحد أنا شايف أن ده لم يتوفر في أي وقت من الأوقات وبالتالي أنا شايف أن احنا أمام اختبار تاريخي سيتحدد عليه مستقبل هذا المحور ودور إيران ودرجة ارتباطها بهذه الميليشيات التابعة لها لأننا أمام أزمة ثقة رئيسية بعض المفردات والتحليلات التي كانت تتحدث عن دور إيران هل تخلت إيران وأدارت زهرها إلى ميليشياتها سواء ما حدث مع اسماعيل هانية في حركة حماس وما حدث الآن مع حسن نصر الله في حزب الله أعتقد أن الروايات دي كنا بنرفضها سابقا ولكن باتت متروحة بشكل أكثر قوة في هذه اللحظة ولكن بصرف النظر عن هذه الرؤية وهذا الاقتراب أعتقد أننا إذا اقتراب آخر ما يحدث في هذا التوقيت أنا شايف أنه هو نتاق طبيعي لحالة ربما التردد الشديد وعدم الرد الإيراني هناك أحيانا مراحل فارقة في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ القرار السياسي إيران كانت متشككة بشكل كبير كانت تريد إدارة المسألة بشكل أكثر برجماطية لإدارة مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الحصول على مكاسب في ملفات أخرى مثل العودة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني وبالتالي بعد اغتيال إسماعيل هنية ومرحلة اغتيال فؤاد شكر وما بعدها أعتقد أنه كان هذه نقطة مفصلية ومهمة جدا للرد سواء من إيران أو من داخل حزب الله ولكن بتحليل جملة خطابات حسن نصر الله منذ الأزمة ومنذ العدوان على غزة أعتقد أننا تلقفنا واستشعرنا ربما بعد التردد عدم وضوح رؤية استراتيجية لم يكن هناك تحرك على قدر الحدث كما كانت إيران أو حزب الله على مدى أدبياته منذ الثورة الإيرانية منذ 79 وعلى مستوى الأدبيات والمفردات السياسية المتعلقة بالثورة ومواجهة العدو الغربي والولايات المتحدة الدولة الكافرة أو قدرة إيران الصاروخية والقدرات العسكرية القادرة على القضاء على إسرائيل كل هذه المفردات وحول نصرة القدس والأقصى كان الاختبار الرئيسي لم نجد منها أي شيء وبالتالي هذه المرحلة كانت كشفة بشكل كبير حزب الله يجني صمار ما فعلته إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر المسألة ليست متعلقة بحزب الله فقط متعلقة بمستقبل لبنان ومستقبل حزب الله والمنطقة بشكل عام جميل مستقبل لبنان دي نقطة التي تريد أن تكلمها مع حضرتك زي بتقيم الأوضاع دلوقتي في لبنان وهل بعد اغتيال حسن نصر الله من الممكن أن تهدأ الأوضاع قليلا أو أنه يحمي لبنان على الأقل من التواجل البري